موسيقى من باراديس فاتب قدر يكسب ثقتنا وحبنا وولاءنا لدرجة صرنا ننتظر الحلقات بفارغ الصبر وكلنا ثقة انه كل حلقة رح تكون عظيمة زي اللي قبلها يهلا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم الجماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية من بعد العاصف اللي حصلت في الحلقات الماضية رجعنا اليوم الى الهدوء واللي ربما يكون كمان هو الهدوء الذي يسبق العاصفة الثانية من بعد ما عرفنا مشاكل مارلي مع دول العالم من بعد ما تعرفنا على اهم الوجوه الجديدة في مارلي مثل فالكو وقابي وماكاث وغيرهم من بعد ما تعرفنا على عائلة تايبر ومالك عملاق مطرقة الحرب من بعد ما تعرفنا على تاريخ العالم والمؤسسة يومير والملك فريدس من بعد ما عرفنا قصص المحاربين زيك وراينر وآني وبيرتولد ومارسيل وغاليارد وبيك من بعد القتل والدمار اللي خلفوا ايرين واللي انتهى بموت ساشا ومن بعد اكتشافنا لمخطط زيك وارين في حلقة اليوم وبالتحديد الحلقة التاسعة من الموسم الاخير لاتاك اون تايتن رجعنا الى جزيرة باراديس الجزيرة اللي تأسسنا فيها على حب هذا الانيمي الجزيرة اللي تأسسنا فيها على حب شياطين جزيرة باراديس واللي خلتنا نحس اننا شياطين مثلهم واستعدنا ذكريات وتفاصيل مهمة بعضها كانت قبل غزو ايرين لمارلي وبعضها كانت بعد غزو ايرين لمارلي وموت ساشا فعلى السريع عزيزي الوجيه لايك واشتراك لو منت مشترك وتعال خلينا نفسفس الحلقة التاسعة من الموسم الاخير لاتاك اون تايتن تبدأ الحلقة في الوقت الحاضر وبالتحديد بعد عودة الفيلق الى جزيرة باراديس ارمين ماسيك صدفة بحرية لعله اخذها من المحيط في اول مرة شاف المحيط فيها وقدامه اني وصدفتها المتحجرة يبدأ ارمين يحكي لنا والاني كل شيء حصل قبل غزو ايرين لمارلي وبالتحديد قبل ثلاث سنوات قبل الحوسة هذه كلها ما تصير وصلت مجموعة من السفن الاستطلاعية بعد هروب راينر والقرد وبيك من جزيرة باراديس مجموعة السفن الاستطلاعية هذه جالسين يحاولون يشوفون ايش الوضع استطلاع من اسمهم بحيث يرجعون لمارلي بتقرير واضح عن اللي حاصل في باراديس ولكن فجأة يرفع ايرين استفينة على ظهره والله ياهو مشهد مادي ويضحك ولا مرعب ايرين وقتها قبل ثلاث سنوات ماهو نفس ايرين اللي نعرفه الحين ايرين الجديد كان مفروض يمسك ام استفينة كده ويكسرها ويدفنها ويسوي الهو الليلة اللي سواها ولكن لانه وقتها كان مازال ايرين اللطيف الى حد كبير اشالهم على ظهره عارفين ايش اعطاها وضعية حياكم الله اقلطوا والله ان ما تمشون انا وصلكم يا جماعة المهم اخدهم ايرين ورماهم قدام هانجي وليفاي ومعاهم اسير من احد السفن السابقة طبعا هنا هانجي حاولت تمشي عليهم مسرحية يعني حركات يلا انت حيهم وقلطوا وصفرت وانورتوا وانورتوا الجزيرة يا جماعة طبعا ترحب فيهم وماسكا نيكولو اللي بعد شوية بنتعرف عليه يلا حياكم تفضلوا كيف حالكم قائد السفينة طبعا ما عجبوا الكلام وكان على وشك ان يطلق طلقة باتجاه هانجي وليفاي ولكن فجأة ظهرت النجمة الصاطعة الجديدة يلينا وقتلت قائد السفينة برصاصة غدرة وهنا اتضحت اولى خيوط خطة زيك زيك في مرحلة ما يا جماعة من حروب مارلي مع باقي دول العالم جند معاه مجموعة من الجنود من بينهم يلينا والولد الاسمر ذاك ابو اسم صعب وكم واحد ثاني الجنود هذولي ما هم من مارلي مثل ما كنا متوقعين ولهم من الديا هم مجموعة عشوائية من محاربين من دول اخرى والهدف من تجنيدهم وتهريبهم داخل صفوف مارلي هو انه زيك قدر يقنعهم بمخطط وبسهولة بحكم انه هذول الجنود يعتبرون مارلي مجرد عدو لهم وما عندهم شي يخسرونه المهم يلينا اخذت نفسها مع هانجي وليفاي وبدأوا ياخذون ويعطون في الكلام يلينا كانت جدا متعاونة وواضحة وصريحة ووضحت كل شي بالتفصيل علشان تكسب ثقتهم قالت لهم ان جيش مارلي مكوم من عدة شعب او كتائب وكل كتيبة فيها تقريبا 20 الف جندي وجيش مارلي بشكل عام فيه حوالي مليون جندي يا ساتر ايش هذا العدد الضخم طبعا العدد الملاييني هذا ممكن راح معظمه في الحروب وغير اللي فجرهم ارمين يوم تحول في المينا في الحلقات الماضية ووضحت لهم برضو انه مارلي عندها قوات بحرية وكمان قوات جوية طبعا هانجي هنا انصدمت اما قوات جوية كيف كذا البشر يطيروا يعني وليه ما عندها مفهوم ايش يعني قوات جوية ليفاي قال لها يا فضيحة انت وشكتي لا توريهم انك مصدومة يا فضيحة فقاموا وشرحوا لها ايش يعني قوات جوية قامت انصدمت اكثر يا اخي هانجي هذه تحفة تحفة المهم رجعت هانجي وقالت لهم طيب بما انه مارلي عندها كل هذه القوات وش اللي مخليهم ما يهجمون علينا للحين يعني خايفين مننا ولا ايش السالفة هنا وضحت لهم يلينا وقالت فيه سببين للامانة عشان كذا ما هجموا عليكم السبب الاول لانه مارلي كانت دائما تعبي جزيرتكم عمالقة همج ووجود هذول العمالقة في الجزيرة مسبب لهم ربكة وقلق في الهجوم عليكم عارفين كيف صعب يهبطون بطائراتهم صعب ينزلون بجنودهم ومن ذا الكلام اقالوا خليه هذه يعني بعدين واكتشفت يلينا وهي تتكلم عن وجود عمالقة همج في الجزيرة انه فيلق الاستطلاع اصلا مسح ام العمالقة هذول الهمج عن بكرة ابيهم ومعاد في جزيرة بردايس اي عملاقة اي خطر من هذا النوع وهذا الشيء سبب ليلينا ذهول وصدمة وفرحة بسيطة في نفس الوقت لانها عرفت انه فيلق الاستطلاع وجزيرة بردايس حلفاء مرة كويسين وما هم سهلين واقوياء بما فيها الكفاية يعني تقدر تثق فيهم وكمان رجعت وضحت لهم السبب الثاني لعدم هجوم مارلي على بردايس وقالت لانه كمان مارلي مشغولة في حروبها مع باقي دول العالم وصراحة ما هم فاضين لكم يعني خلوهم يخلصوا حروبهم مع العالم وبعدين يجوكم فاهمين كيف في سببين السبب الاول انه في عمالقة عندكم همج مليان والسبب الثاني لانهم ايش مشغولين في حروب ثانية وبرضو وضحت لينا لهم انها هي واللي معاها مساعدين لزيك هيغر وانهم ما ينتمون لمارلي ولا عندهم اي ولاء لمارلي كانوا مجرد جواسيس بل انهم يحملون في صدورهم حقد وضغين لمارلي بسبب الاشياء اللي سووها لهم والعملاقة القرد او زيك هو اللي ضمهم الى صفه كجزء من مخططه الكبير ومخططه او الجزء اللي اكتشفناه منه الحين من مخططه هو انه يبغى يستعيد مجد الديا ويعني ويهزم باقي العالم على كل حالة هذا الكلام كان كافي انه يخلي هانجي وليفاي يثقون بيلينا واللي معاها هانجي وليفاي بعدها في اجتماع باراديس حاول انهم يوضحون للقادة وللملكة هستورية هذا الكلام ولكن اللي في المجلس ما اقتنعوا بهذاك الكلام ابدا انه كيف تبغون انثق في العملاقة القرد اللي قتل ودمر اعداد مهولة من فيلقة الاستطلاع بما فيهما القائد ايروين يا عم ياكيد زيك هذا واللي معاك الذابين ويبغون يستعيدون العملاقة المؤسس لا تكونوا دلوخ انتم بس شافوا انه الحرب والقوة بغت تحولهم لشاورما على يد ليفاي قاموا جابوا لكم خطة بديلة مفروض ما تمشي عليكم الحركات هذه يا ليفاي انتو هانجي كيف كذا هنا بدأت هانجي تقرأ لهم خطة زيك المكتوبة على الورقة واللي ارسلها معي لينا خطة زيك يا جماعة الخير انه يستعيد مجد مارلي مثل ما قلنا بس علشان يقدر ينفذ خطته بالشكل المطلوب يحتاج الى قوة العملاق المؤسس بالاضافة الى عملاق او شخص عنده دم ملكي يقصد بالعملاق المؤسس ايرن والعملاق صاحب الدم الملكي او الشخص اللي عنده الدم الملكي هو نفسه زيك طب اش اللي خلت زيك يخطط لهذا المخطط اصلا ليش هجم على بردايس قبلها بفترة وقتل ايروين واللي معاه هل هذه كمان جزء من خطته الله يمدري يا صراحة بس نشوف بعدين يعني وبنعرف ليش قرر زيك انه يسوي هذه الخطة اصلا وليش بناها من الاساس اللي في الاجتماع برضو ما عجبهم الكلام قالوا يا عمي خلي زيك هذا يسري بالله لا نصيده والله غير نخلي ليفاي يقطعه وتتعشي عليه ساشا ولكن في نفس اللحظة هذيك ايرن بدأ يستعيد الذكرى اللي هو كان مخبيها لما لمس يد ام زيك وهي متحولة الى عملاق همجي هذه اللحظة تفعلت عند ايرن قوة العملاق المؤسس وقدر انه يتحكم بالعمالق الهمج من حوله ما يبدو انه جزء بسيط من قوة العملاق المؤسس وزيك بخطته هذي يبغى يتحكم بعمالقة دكة الارض مثل ما وصفوهم عمالقة دكة الارض اللي فاهمينه الى الان انهم ملايين من العمالقة الضخام مستخبين داخل اسوار مارلي لو قدر زيك يجمع ما بين قوة العملاق المؤسس وشخص عنده دم ملكي رح يقدر يفعل قوة العملاق المؤسس وراح يقدر يحرر او يطلق عمالقة دكة الارض او على قد يسيطر عليهم واللي من شأنهم انهم يخوفون العالم او يدمرون العالم او يدمرون مارلي اشوفوا يا جماعة انا نظرية عمالقة دكة الارض هذه جالسة في بالي كثير بس ما هي راضي تدخل دماغي ما هي راضي تدخل دماغي يعني اوكي عمالقة دكة الارض ممكن يستخدموهم كدفاع او كاسلوب تخويف او تهديد لكن كهجوم ترى مرة صعبة مستحيلة كمان ترى بينهم وبين العالم محيط ما في بينهم جسر ولا في بينهم يابسة بحر ومحيط يعني حيقضوها سباحة يعني يالله يا جماعة سباحة مليون عملاق مستحيل ولا حيشربون موية البحر وينشفوه ويمشون ما هدي مدري صراحة بس ما هي راضي تيجي معايا حاول تجيب اي مين يا سارة ما الله ما في اي تحليل صراحة للعمالقة دكة الارض دولي لا حسموخ تحليلي الوحيد للموضوع وتوقع والله اعلم ان الملك فريتز عمل عمالقة دكة الارض كاسلوب حماية اول شيء وكاسلوب دفاع وكاسلوب تخويف تبنت�ون عندي ترى عندي عمالقة ملايين لا يا لح اديش عندي هميم رح هناك تشف بعضه بما حانيا هميم لي فاي رد في الايرين وقال له احييين انت تعرف الكلام هذا كله وما قلته من زمن ويش اللي دكة الارض ويش اللي اتحكمت بلعضك اش في؟ اش اللي صار يا ولد؟ انت مخبّع لنا ايش؟ ايرين قل له والله يشوف يا لي فاي يعني صراحة يعني بحكم ان الموضوع كان يطلب وجود دم ملكي كنت خايف أشارك معاكم هذه المعلومة يقصد بعد ما أمسك أم زيك وعطاها بوكس وتحكم بقوة العملاق المؤسس وسبب خوف إيرين وعدم إفصاحه بهذه المعلومة لأن الدم الملك الوحيد الموجود في جزيرة بردايس هي الملكة الغلبانة هستوريا فإيرين يقول صراحة أنا خفت أنكم تحولوها إلى عملاق وتوظفون هذه المعلومة بشكل متهور فقلت خليني ساكت إلي أن نشوف الوضع كيف رد عليه ليفاي وقال له خير أنت ظاهر أنك مشتاك تترفز صح؟ تبت ترفز طيح حتترفز بشكل عام اقتنع المجلس بكلام إيرين مبدئيا على عين هي اقتنعوا وبس ما اقتنعوا بعدها يلينا تثبت لهم ولائهم أكثر باستدعائها لباقي السفن إلى كمين وبالفعل لما وصلت السفن أو السفينتين اتحول آرمن وعلى ما يبدو أن ذاك يعني لسه بداياته في التحول يا أنه هو اختار أنه ينفجر انفجار بسيط مثل ما توقعنا أنه يقدر تحكم في قوة انفجاره أو أنه وقتها لست ضعيف الله ومعارف يستخدم قوة العملاق الضخم فحصل الانفجار البسيط هذا على كل حال الهدف من هذا التحول أنه يخلي اللي في السفن يخافوا وينزلوا ويأسروهم ويشوفوا إيش عندهم من سال بعدها جاء مشهد سريع ولكن نوضح لنا مدى غياب برادايس وسكانها عن باقي العالم يعني تخيلوا أنهم عمرهم ما شافوا شخص بشرته داكنة أو أسمر ما يعرفون يعرفون واحد أشقر واحد شعر أسود واحد شعر أبني بس ناس بشرتهم سمرة لا جديدة علينا دي وبدأ بعدها حوار فلسفي سريع عن الخالق وتنوع العراق البشرية ومن خلقنا ومن خلقكم بلا 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 انتقل مشهد بعدها إلى مائدة بحرية من صنعة طباخة المارلي نيكولو 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 واللي لاحقا اكتشفنا أنه وقع في حب ساشة بالذات بعد ما أبدت إعجابها بشكله بأكلوا بأكلوا بس خلاص خلقتني العمرة طبعا نيكولو يا أخي اسمك يا أخي اسمك يا أخي يجيبوا لنا اسماء سهلة يا أخي نيكولو كان مفروض يكون مجرد أسير مارلي ولكن تعاون معهم بطريقة ما لما شاف أنهم فعلا مجرد بشر طبيعي لا لهم شياطين ولا بطيق ولا هم يحزنون وبالفعل نيكولو صار جزء من هذا التحالف طبعا تحالف بردايس مع يلينا وزيكو اللي معها ما وقف هنا بل إن بعض المهندسين المارليين اللي كانوا في السفن بعد ما تعرفوا على سكان جزيرة بردايس وشافوا إنهم فعلا مجرد بشر مثلهم تعاونوا معهم وشاركوا معهم بعض خبراتهم من بناء سفن وقطارات من تصميم وصناعة أسلحة وذخائر وغيره وهذا الشيء غالبا راح يتم توضيحه أكثر في الحلقات القادمة لأنه أتوقع إن المهندسين المارليين بعد ما يعني انسجموا مع هانجي ممكن يكون لهم يد في تطوير عدة المناورة والأسلحة والبدلات ويمكن الطائرة هذيك بكبرها اللي ماتت فيها ساشا تطلع مصنوعة داخل بردايس مش أكيد ولكن ممكن يعني بحكم إنه في مهندسين موجودين في صف بردايس حاليا المهم بعدها شفنا حوار سريع ما بين إيرن وميكاسا إيرن يسأل آرمن هل قدرت تسترجع شيء من ذكريات بيرتولد؟ في شيء كده مهم ولا لا؟ آرمن يرد عليه ويقول له والله يشوف ما في شيء مفيد للحين يعني مجرد ذكريات تافا إيرن يرد ويقول إن زيك ما بيقيله إلا ثلاث سنوات وبعدها راح يموت فلازم ما نتأخر في تنفيذ الخطة اللي هي تهديد العالم بقوة دك الأرض تهديد مش تدمير قلت لكم واضحة واضحة إنه الدك الأرض مجرد دفاع المهم آرمن يرد عليه ويقول له ما تحس إنها خطوة شوي صعبة؟ إحنا الآن في أعين الناس شياطين وإحنا أصلا غلابة ومساكين فما بالك لو نهددهم بدك الأرض على قولك وش بيقولوا عننا؟ بنصير شهاطين فعلا اسم على مسمى خلينا نجرب نتكلم معاهم كده بلطف مسكين 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 آرمن مسكين على نياتهم لعلنا نتفادى هذه المعارك والحروب وننهيها بسلام وبدون خسائر يرد عليه إيرن فيما معناه ويقول له أي كلام وأي سلام وأي بطيخ العالم ومارلي في أي لحظة بيهجمون علينا ما في وقت إننا نروح نتكلم معاهم يمكن لو رحنا ناكل هوا ومع الفلاش باك اللي رجع لنا إلى موت ساشا تضحت الفكرة اللي يحاول إيرن يزرعها في رأس آرمن وميكاسا إنه العالم ما راح يرحمنا لازم إحنا كمان ما نرحمهم لازم نتغدى عليهم في أقرب فرصة قبل ما يتعشوا علينا طبعا برأيي التحول المرعب اللي حاصل في شخصية إيرن هو مثل ما ذكرت في الحلقات السابقة بسبب الذكريات اللي قاعد يسترجعها مع الوقت إيرن بشكل تدريجي بدأ يتحول إلى شخص متهور ولا مبالي وخالي تماما من الرحمة أتوقع إنه كل ما يسترجع ذكريات جديدة يزيد قسوة وقسوة لأنه كلنا نعرف إيرن القديم مرة مسكين ومستحيل يسوي شيء زي كذا يعني يضارب يصيح بس مش ذي الدرجة فيب الذكريات هي اللي تصنع شخصية الإنسان الذكريات هي اللي تحدد خيرك من شرك هي اللي تحدد رحمتك من قسوتك فأتوقع إن تحول إيرن هذا له علاقة كبيرة بالذكريات اللي جالس يسترجعها سواء كانت ذكريات العملاقة المهاجم أو ذكريات العملاقة المؤسسة أو حتى المطرقة اللي بيسترجعها في الوقت الحاضر يرجع المشهد مباشرة لحديث آرمن مع صدفته قدام آني المتحجرة واضح إنه آرمن ما هو مقتنع بكلام إيرن ما هو مقتنع بتفكير إيرن بل إنه إيرن تغير عليه وما عاد قادر يفهمه أو إيش ناوي عليه تألف لما تغيب عن صاحبك سنين وفجأة قابله وتقول يا أخي ما عرفته الولد اختلف علي تغير تفكيره هذا اللي حصل مع آرمن يقول يا عمي إيرن اختلف علي ماني قادر أتعرف عليه مين هذا؟ هذا ما هو إيرن أنا اللي كنت أتوقع أني أكثر واحد يفهمه الآن صرت أحس أني ما أعرف عنه شيء كلام كبير كلام كبير المهم بعده في هذا المشهد انتهت مشاهد الماضي ورجعنا إلى الوقت الحاضر بعد رجوع فيلق الاستطلاع إلى بردايس ومعاهم زيك وفالكو وقابي وبعد موت ساشا وبعد الحوس هذه كلها اللي حصلت في الحلقات الماضية وشفنا جنازة ساشا وحزن والديها عليها وأصحابها وتأكدنا هنا من المشاعر اللي كان يحملها نيكولو لساشا لما حضر إلى المقبرة والدموع مالي عيونه طبعا قبلها 13 من أحد القادة بحكم إنه مارلي في مقابر إلديا وش جابه هنا ومن ذا الكلام ولكن جان وكوني ساعدوه وشاركوه حزنه ورثاؤه على موت ساشا بعدها ينتقل المشهد إلى زيك في عربة مع ليفاي وضح فيها ليفاي إنه شوف يا زيك تراك ميت ميت حتتقطع حتتقطع رايح شاورمة رايح شاورمة الله لا يعوق بشر اسمي ما إنه عندك خطة وكذا أنا ما عندي مشكلة أنتظر وشوف آخرتها معاك وبعدين إن شاء الله نتفاهم لا تحس بإنه دم القائد إيرون بيروح حباء لا وألف ولا جايك يوم بس أصبر علي طبعا زيك أعطاه وضعية شكرا والله على كلامك الحلو يا أخي أحرجتني بس ما ينفع قابل إيرون وحشني أخوي يا والله ليفاي والله أعلم هنا إنه شاف إنها ما هي فكرة جيدة وهذا الوقت مرة غير مناسب إنه السبايك هذولي الأخوان عيالي يقري تقابلون بالذات إنه مخطط زيك يعتمد على وجودهم مع بعض فقالوا لا يا حبيبي بعدين الحين بودك للفندق أبو خمسة نجوم ترتاح فيه تغير هدومك تستحمى وتأكل من مالذة وطاب وبعدين نشوفه شي الترتيب الصدمة إنه الفندق اللي طلع يقصده ليفاي طلع غابة قالوا هذا بيتك يا قرد غابة وأشجار وإنت قرد أكيد راح تنبسط إذا ما في أي جدية عند ليفاي ما أخذوا طقطق أو تهديد رايح جاي بعدها شفنا فالك وقابي في زنزانة قد تكون هذه الزنزانة زنزانة الحب وقد تكون زنزانة الثورة ولكن على ما يبدو إنها زنزانة مليانة غضب وحقد قابي كده جالسة عض أصابعها ومليانة حقد وقاعد تقول اسم إيرن والله أعلم إش بيكون مصيرها هي وفالك هل راح يظلون مسجونين ويتعفنون في هذه الزنزانة إلى أجل غير مسمى ويكبرون فيها الله أعلم أو هل راح يقنعهم زيك بمخطط ويضمهم لصف بردايز أو هل راح تتهور قابي بطريقة ما وتسوي حاجة متهورة وتجيب أم العي دا تسويها شوفي ما نقدر نجزم ولكن ما زال فيه أمور ثانية راح نحتاج نكتشفها مستقبلا بعدها جاء المشهد اللي رفع ضغطي ونرفزني حقيقة لما شفتي لينا واللي معاها محاصرين بالأسلحة بواسطة القائد بيكسيس واللي معاه وضح لهم القائد بيكسيس وقال شوفوا يا جماعة احنا مقدرين مساعدتكم ومقدرين كمية إبر التحول اللي وفرتوها لنا وشكرا للأمل اللي منحتون إياه ولكن للأسف يعني وفي الوضع الحالي مضطرين أن نسجنكم إلى أن نشوف إيش الوضع وضحت لينا وقالت أنه مو مشكلة أنا متطمنة أنه راح يجي اليوم اللي نجلس فيه مع بعض على نفس مائدة العشاء طبعا ثقتها القوية هذه كلها من ثقتها في زيك ومخططه واضح أنها مرة مؤمنة بزيك وتحترمه بل أنها وصفته كإله يوم انقذها وعارفة أنه فعلا ما راح يغدر فيها زيك ولا راح يغدر في باراديس وأنه فعلا مخططه حقيقي ولا هي مجرد مسرحية مثل ما هم قلقانين على كل حال اللي واضح حاليا أنه باراديس بعد هجوم إيرين وهروبه إلى مارلي وبعد موت ساشا والحوسة هذه كلها الوضع صار شوية مقلق بالنسبة لباراديس واللي حاصل حاليا مع يلينا واللي معها هو مجرد روتين احترازي لا أكثر للأمانة يا جماعة أنا مرة حبيت شخصيتي لينا وشخصية نيكولو وشخصية الأسمر هذاك أبو اسم صعب وأتمنى صراحة أنه يستمر تحالفهم مع باراديس بدون أي إشكاليات أشوفهم صراحة من أجمل الإضافات اللي حصلت للأنيمي في الموسم الأخير بالإضافة إلى فالكو وقابي وما قد انتقل بعد هالمشهد إلى آرمن وهو يردد حجة الحرب والدمار اللي جالس يطرطب فيها على نفسه وميكاسا كمان في مكان ثاني تردد نفسه الحجة ولكن بأسلوب ثاني وخلاصة كلامهم مع أنفسهم تقول إن خسرنا هذه الحرب سوف نموت وإن فزنا سوف نعيش في كل الحالتين لازم نقاتل ولا خيار أمامنا غير القتال ونفس الكلام مع إيرين واللي يبدو أنه كان فيه سجن أو فيه مكان ما تحت الأرض ماهو واضح صراحة وين مكانه ولكن مبهذل جالس يردد نفس الكلام اللي قالوه ميكاسا وآرمن ولكن بأسلوبه الخاص برضه إن لم نقاتل لن نفوز قاتل قاتل وبكذا اتضحت لنا الرؤية النهائية للعقلية والفكر الجديد اللي اعتنقواه بردايس أو على أقل هذول الثلاثة وهي أن الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه الحرب ما راح تتم بالصلح ولا بالكلام ولا حتى بالسلام ولا حتى بالرسائل ما راح تنتهي هذه الحرب إلا بالقتال ربعا من بداية الحلقة إلى نهايتها وتقريبا جزء كبير منها تم سردها بأسلوب الراوي آرمن تشفنا في النهاية إنه جالس يحكي هذا الكلام لنا كمتابعين وكمان لآني على أمل إنه يخليها تصحى من السبات اللي هي عايشة فيه هل راح تصحى آني؟ هل راح يأكلها إيرن؟ الله يأخذ بليسه ويدمر أمه الدوري زي ما سوى في المسكينة ذيك المطرقة؟ ما راح نعرف الأكيد إنه نطمننا إنه آني بخير وعافية ونصيب أنها ما نحفت ولا ضعفت زي ما هي إيش قاعد تتغذى من نفسها؟ إيش اللي قاعد تصير صراحة مدري؟ حلقة للأمانة مليانة ذكريات مليانة معلومات راح نحتاجها في المستقبل تضحت لنا فيها أمور كثيرة ولكن ما زال فيه أشياء كثيرة برضو راح نكتشفها في الحلقات الجاية مثل إيش مصير زيك وفالك وقابي وإيش مصير إيرن بعد عصيانه وهروبه من باراديس وإيش ردت فعل مارلي ودول العالم على غزو إيرن لهم؟ تدري إيش القهر؟ اشتركوا في القناة